هنا تعز وهذه احد احيائها المليئة بالوجع هنا ترتسم المعاناة على ملامح الناس وخطاهم المتعبة تبدو الحياة قاسية على هؤلاء وهم يلهون في الخارج لكنها في الداخل اقسى وامر في هذا الحيز الضيق يعيش الحاج سالم علي فتيني وسبعة اخرون هم جميع افراد اسرته لا ندري كيف يمكن لهم ان يتوزعوا في هذا المكان الضيق الذي بالكاد يتسع الوقوفنا الى جانبهم لكن الاكيد ان هذا جل ما لديهم من مأوى يهجعون فيه وكأن الحياة وضعتهم في حج اطراري واجم يبدو رب الاسرة الذي يعاني الصمم ومشاكل صحية اخرى بينما تسرد زوجته معاناتهم اليومية تقول انهم يعيشون على وجبة واحدة تأتيهم من احد الميسورين وجبة واحدة هي كل ما يضمن لهم البقاء ومواصلة شظف العيش انا غرفة دي دي الغرفة وادة دي الحنا من الحنا يسبق من الحنا والاكل اللي نأكل من واحد تاجر يجيب الحنا وان بقى ذا لحيا يجيب بقى ذا لحيا نأكل وانا لا أكمل نأكل شيء ولا نأكل والصباح من المنصطبحش غالس وانا نستطيع تتحدث الابنة الكبرى عن حرصها على مواصلة تعليمها رغم ظروفها القاسية وظروف المدينة التي تنام وتصحو على أصوات المدافع ورهبة المواجهات فالحياة لمثل هؤلاء رهان لا بد من الضفر به طبعا لما نروح مدرسة في خوف ونسمع قضايف من هنا يعني بكاء الدنيا فقائع من هناك وطبعا لما ندرس بكاء هناك في حرب يعني قاحنا نلتحق والتعليم علشان الأجيرة اللي بعدنا نعلمهم وجع عائلة الحاج سالم علي المحشورة في هذه الزاوية من المدينة هو مثال بسيط لكثير من الحالات التي أتت الحرب على أرزاقهم وتركتهم يعانون بين تعففهم وحاجيتهم الأساسية في الحياة